ومتابعة لهذا الموضوع معنا في الستوديو الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام مهد الإدارة العامة بيبا أهلا وسهلا بك دكتور ربما أول سؤال نتحدث عن أهمية هذه الشبكة وكذلك أهمية الجهود التي تقودها مملكة البحرين خاصة أنها هي صاحبة الفكرة وهي التي تقود هذه الشبكة شكرا جزيلا على الاستضافة اليوم الفكرة من المؤتمر بارزت من حاجة البحرين لتطوير العلم في مجال الإدارة العامة الحكومة مركزة في استراتيجية والأولويات على تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي وأحد الأمور الأساسية التي نعتمد فيها تعزيز الكفاءة هي البحث العلمي أو الأمور واتخاذ القرارات وصناعتها وصناعة السياسات الحكومية المبنية على أسس علمية كل ما قدرنا أن تكون هذه السياسات الحكومية والقرارات مبنية على أسس علمية صار عندنا مؤسسية في العمل أصبح نستطيع أن نتواصل مع المواطنين وخدمة المواطنين بالأسس العلمية الموجودة وعلم الإدارة العامة معروف دولياً إذا لم نأخذ ونرفض منه بالشكل الصحيح بل أكثر من ذلك إذا لم نستطيع أن نصنع بما يخدم منطقتنا ويخدم بلدنا العلوم الإدارية التي ممكن أن نخدم فيها المواطن فنظل في مجال الاستهلاك بينما نكون في مجال الريادة في هذا المجال فشبكة المينابار شبكة شرق وسط الشمال الأفريقية لتطوير البحث العلمي أعطتنا المجال أن نتواصل بشكل أساسي مع أخواننا وأشقائنا في الوطن العربي لكن وجدنا أن الارتباط والتوجه الدولي نحو مينابار كبير جداً لأن بالفعل قدرنا أن نشغل فراغ موجود اليوم في العالم العربي لأن أصبحت مينابار هي مرجع للبحث العلمي التي توفر هذه الأسس العلمية لهذا المجال من ضمن المشاريع الأساسية التي نقوم فيها نحن نحدد أجندات البحث العلمي في مجال الإدارة العامة في الوطن العربي وندعم جميع الباحثين الذين لديهم أي رغبة حقيقية صادقة للعمل والبحث العلمي ندعمهم سواء كانوا في البحرين أو في خارج البحرين مع بقية الدول للأشقاء المؤتمر الذي قمناه في تونس كان برعاية رئيس الوزراء والحكومة التونسية البحرين لا دفعنا فيه شيء لكن لأنه في بليف في اعتقاد واضح أن هذه الشبكة بإمكانها أن نتخدم الدول فلذلك صار في استيعاب مباشر تبني للفكرة ليس فقط على مؤسسات إنما حتى على مستوى الحكومة كيف تقيمون بعد سنة من إنشاء هذه الفكرة النتائج التي تحققت لها حتى الآن وكذلك بعد مينبار الثاني؟ الآن نحن في صدد أن نطلق شبكة البينبار كشبكة دولية حقيقة يمكن حتى تكون مستقلة نستطيع من خلالها أن نأخدم المنطقة بشكل أكبر أصبحت المؤسسات الدولية مثل اليونيتد نيشن الأمم المتحدة مثل المعهد الدولي للإدارة العامة مثل بعض المؤسسات الدولية مثل جامعة إكس مارسي وغيرهم بل حتى القطاع الخاص مثل مموّلين للشبكة مثل الجي بي آي سي مثل البنك البركة آمنوا بالفكرة بدأنا أن ننطلق أصبحت الفكرة ليست وليدة فقط البحرين إنما توسعنا بشكل أكبر وجدنا أن من الباحثين في المؤتمر البحرينيين الكثير أصبح صناعة المادة العلمية لتطوير الإدارة العامة أصبحت من داخل الوطن العربي ومن داخل البحرين شباب يدخلون معانا يتحركون معانا طموحين إنهم وجدوا من يصفق معاهم ومن يسمع لهم لكنها كلها دراسات علمية محكمة دوليا والمؤتمر كان محكم من مؤسسة دولية اللي هو المعهد الدولي للعمل الحكومي نأمل أن يكون فيه عندنا أكبر من ذلك نأمل بالفعل أن تكون العملية صناعة القرارات على طاولة كل موظف حكومي كل مسؤول حكومي يكون البحث العلمي جزء أساسي من صناعة السياسات الحكومية نعم ربما هذا ما يقودني للسؤال الأخير عموما هناك الكثير من البحوث هناك الكثير من الإرادات في هذا التطوير في العديد من المجالات وخاصة في مجال الإدارة كما ذكرتم من مجال خصب فإلى أي مدى يمكن أن نستفيد من مثل هذه البحوث حقيقة على أرض الواقع؟ أباش رتب خير في كثير من المسؤولين الحكوميين موجودين معانا كان أكثر من 420 مشارك في المؤتمر كثير منهم من الممارسين للعمل الحكومي موجودين بل قدموا أوراق لكيفية تطوير العمل الحكومي على أسس علمية سواء كان من داخل البحرين ولا من خارج البحرين الحضور من داخل البحرين كان مشرف جدا الحضور من دول المنطقة بل وصل الحضور من دول العالم هناك مشاركات من بلجيكا من فرنسا من بريطانيا من كندا أكثر من 25 دولة من حول العالم كيف تستفيد من هذه الشركات العديدة التي أقامتها؟ الأساس أننا نحتاج أننا بدل ما نستهلك العلم من العلم الموجود اليوم مطور على حول العالم نحتاج أننا بدل ما نستهلكه نحتاج أننا كذلك نصنع العلم في هذا المجال وإمكاننا من خلال التجارب اللي مرينا فيها نعم الدكتور رائد محمد بن شنس مدير عام مهد الإدارة العامة شكرا جزيلا لحضركم معنا شكرا جزيلا لحضركم معنا